تسلط الأضواء على مشروع سلام جديد في اليمن اقترحته الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص مارتيني جريفيث يفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية ويبدو أن شروط خطة السلام التي وضعها المبعوث الأممي قد بدأت تلوح بوادرها في الأفق إذ تؤكد مصادر يمنية أن مسودة خطة السلام تدعو ميليشيا الحوثي إلى التخلي عن الصواريخ الباليستية مقابل وقف حملة القصف التي يشنها عليهم التحالف العربي بغية التوصل لاتفاق لإنشاء حكومة انتقالية الإعلان عن الخطة لم يتم بعد وقد تدخل عليها بعض التعديلات إلا أنها تعتبر من أحدث الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في اليمن والتي سببت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم وتتحدث مصادر محلية عن مضمون مسودة الخطة الأممية الذي يطالب كل الأطراف خارج إطار الدولة بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما في ذلك الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة المصادر ذاتها أضافت أن مسودة السلام ضمت بين طياتها خطة لإنشاء حكومة انتقالية تمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية لربط الجوانب الأمنية بالسياسية بدءا بوقف القتال ثم الانتقال نحو سحب القوات غير الحكومية وتشكيل حكومة وحدة وطنية الذي ربما يكون هو الهدف الأصعب من المبادرة الأممية لكن خطة السلام لا تقدم المزيد من التفاصيل عن الكيفية التي قد يمثل بها الحوثيون في حال تشكيل حكومة وطنية ويأمل أغلب اليمنيين بأن لا يكون حديث السلام كسابقيه حيث فشلت جهود عديدة لإنهاء الصراع الذي تقول الأمم المتحدة إنه خلف أكثر من عشرة آلاف قتيل وليس واضحا ما إذا كانت الخطة الجديدة أوفر حظا من سابقاتها في ظل تعنت ميليشيا الحوثي ومن خلفهم نظام طهران